موسيقى لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله بعد التأييد الواسع لدعوة حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة أصبحت قضية الانتخابات شبه حتمية على الرغم من اختلاف وجهات النظر بشأن الانتخابات وقانونها واستعداداتها إلى أن أغلب الآراء مع إجرائها في ظل وجود قناعة بأن العملية الانتخابية تمثل أحد أهم أدوات إصلاح النظام السياسي الذي وصل إلى مرحلة خطيرة من الوهن والتصدع والتفكك الذي وحتم إعادة تركيبه وفقا للسياقات الديمقراطية والدستورية أهلا بكم مشاهدينا من جديد ونرحب بضيوف حلقة هذه الليلة السيد موسى رحمت الله القيادي في الوعد العراقي حيك الله سيد موسى أهلا ومرحبا ومعنا أيضا سيد محمد العنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية والنقب المستقل أهلا ومرحبا بك سيد محمد إذا كنت تسمعني بوضوح شكرا نعم أسمع أهلا ومرحبا معنا أيضا سيد سعد البطاط رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات أحييك سيد سعد إذا كنت تسمعني أيضا وأبدأ معك سيد موسى في البداية أهلا ومرحبا طيب أعود لك سيد موسى لكن خلينا نتحدث بالبداية عن الوجه القانوني حتى ننطلق من أدها سيد محمد أحييك مرة أخرى اليوم الحديث حول مطلب إجراء انتخابات مبكرة ثانية قبل كل شيء هل يعد هذا المطلب قانوني وفقا للأطر الدستورية كيف سيحصل ذلك تفضل سيدتي بالنسبة لدستورية الطلب بانتخابات مبكرة هو موقف سياسي يستمد على إمكانية حل البرلمان بنفسه وبالتالي بالإمكانية إجراء انتخابات جديدة وهذا تعتقد من تجارب الشعوب وتجربة العراق أيضا بأنه عندما يحصل هناك أزمة سياسية غير قابلة للعلاج بشكل سريع ومباشر كي لا تتعطل مصالح المجتمع بشكل عام فلا بد من انتخابات كي يتغير ميزان القوى داخل مجلس النواب قد تحدى الأطراف تحصل على نسب معينة وبالتالي هناك سيابية في اتخاذ القرارات وإجراء التشريعات المطلوبة هذا هو جوهر فكرة الانتخابات المبكرة عملية تغيير ميزان القوى لا أكثر ولا غالي أنه كما تعلمين أزمة سياسية صارت عدة أشهر وبالتالي هناك موقف لجماهير الشعب سيما والذين لم يشاركوا بالانتخابات سيكون لهم دور أيضاً بخضية المحتجين حالياً لهم دور وأيضاً لشباب تشرين أيضاً لهم دور فبالتالي لا بد من علاج شامل وجدري لهذه القطية دستورياً نعم ممكن عندما يكون المجلس على أغبة الاستعداد لحل نفسه بنفسه بأحدى الطرق أما من خلال مقترح رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعراء مجلس النواف والتصويت بالأغلبية المطلقة لأعرائي وهم النصف زائد واحد وأنا كرفت شخصياً بأكثر من مناسبة أنا الواحد فأهلاً بالنصف الباقي طيب سيد محمد لو نتحدث عن الخطوة الأولى اللي يجب اتباعها من قبل مجلس النواف في حال قررت القوى السياسية المضي نحو إجراء انتخابات مبكرة البعض يتحدث عن ضرورة تغيير قانون انتخابات مثلاً من سيصوت عليها وربما ندخل في أزمة معقدة أخرى ويلا زالت الأزمة معقدة نحن نخاطر كل القوى العراقية بداخل البرنامان وخارجي لأننا نأيد فكرة الانتخابات المبكرة أن يفصح عن طريقة هذه الانتخابات هل ستكون عن طريق المؤسسات الدستورية وبالتالي يجب أن يعود مجلس النواف لعملية كي يتخذ الخطوات ويوفر المستلزمات أن تكون العملية خارج إطار المؤسسات الدستورية سمعنا كثيراً من التأييدات ولكن لم يكتب عن ما هي الاتجاه الذي يفترض أن تتحفظ في هذه القانون نأمل أن تدرك هذه القوى المطالبة والمؤيدة أن هذه الخطوات تحتاج تحديد آليات والاتجاهة بما نبدأ وكيف ستتم العملية من سيحدد هذه الآليات سيد محمد إذا كان البرلمان سيحل نفسه أو سيحل من قبل إحدى الطريقتين التي ذكرتهم البرلمان لا يحل نفسه بشكل مباشر إذا تم الاتفاق أن يكون الاتجاه عبر المؤسسات الدستورية بمعنى القوى السياسية والكتل النيابية يفترض تأتي لتوفر المستنزمات المطلوبة لعملية الانتقابات قانون انتقابات يعدل وفق قرار المحكمة وقد يضاف على هذا التحديد الإجراءات بتحديد دائرة شكل الانتقابات آلياتها وأيضا توفر التقصصات المالية لأن العملية ليست سهلة وكذلك قضية المفوضية وتشكيلها الجديد أو الإبقاء على هذه المفوضة هذه إجراءات مسؤولة عنها مجلس النواب إذا كانت طريق طريق المؤسسات الدستورية وبالتالي لابد للمجلس أن يعود للعمل لتهيئة ما من طريقة أخرى سيد محمد ما من طريقة أخرى نقدر نعدل بيها مثلا قانون الانتخابات الإجراءات الأخرى المفوضية مثل ما ذكرت من غير الرجوع إلى مجلس النواب هذه طريقة ممكن أن أسميها خارج التقطيع نحن دعاة ترسيخ الأسس الدستورية والمؤسسات الدستورية لكي يستقل البلد لا لأي إجراء استثنائي البلاد بحاجة إلى جهود استثنائية وليس إلى إجراءات استثنائية لا يجوز القفز على أي قاعدة دستورية أو قانونية لأنه بذلك يؤدي إلى انعدان ثقة المواطن بكل العملية السياسية وبكل القوى السياسية يجب أن تحترم هذه المؤسسات ونعمل من خلالها بالتوافق بين الأطراف السياسية كما كان يحصل سابقا وليس بالتجاوز على الدستور كما حصل أيضا في فترات متعددة بما فيه اليوم نحن نعيش عملية عدم اختيار رئيس جمهورية وعدم اختيار حكومة في حين مصالح الناس متعطلة وتنتظر على أقل تقدير الموازنة السنوية التي هي هذا القانون الدوري اللي يحتاج المجتمع السنوية للأسف الشديد لم نحظى بتشريعة بسبب طبيعة حكومة تصريف الأعمال واعتراض المحكمة الاتحادية وإلى آخر طيب بحديثك سيد محمد عن حكومة تصريف الأعمال البعض يتساءل هل يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتهية ولايتهما تقديم طلب للبرلمان لحل نفسه هذا قانوني ودستوري سيدتي إذا كان هذا أمر غير ممكن فلدينا الحل الثاني الأمر أيضا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهم ارتباطات من كتل سياسية معروفة فإذا لم يتحقق الأول يتحقق الثاني إذا كان تملك إيران فعلا لإخراج القرد من هذه الأزمة أما الحديث أنه ممكن أو غير ممكن فالمحكمة الاتحادية قائمة وبالإمكان الاستفسار عنها عن كل المسائل التي لها مسائل سبيعها كيف يعود المجلس هل هناك موقف من الاستقالات هل هناك موقف من النواب الجدد هذه الأمور لا يوجد فيها نصوص واضحة بقدر ما يتعلق الأمر بالتفسير والتفسير عند المحكمة الاتحادية سأعود لك بعد قليل سيد محمد أحييك مرة أخرى سيد موسى شكرا قبل كل شيء كيف وجدتم اعتصامات الصدريين ورأيكم بخصوص الانتخابات المبكرة هل ستحدث في قطر دستورية أم لا تحياتي للسيد التام والمشاهد قانات الشرقية ولضيفيك أستاذ محمد النوز النائب وستاذ سعد بما يخص المبادرين وأول النازلين في آب والمعتصمين في البرلمان وفي الساحات من تيار الصدري هم أول من تقدم وأعلن عن رفضه أو استخدم الشارع لرفض وتعطيل البرلمان بسبب استخدام قوة الأطار التنسيقي للمحكمة التحادية والقوانين لتعطيل تمرير مشروع الأغلبية السياسية أو الأغلبية لتحالف انقاذ وطن بالتالي هذا الصراع كان صراعا بين أطراف سياسية واضحة المعالم وبين تحالفات سياسية جرت بعد الانتخابات ثم راقبنا بشدة ما حصل خلال الأيام وذهبنا بمساحة الحياة الإيجابي حتى نفرغ الصراع من محتوى ونفهم صراع إرادات سياسية صراع ديكتاتوريات صراع زعامات بالتالي ذهبنا لفهم طبيعة الصراع الموجود وخصوصا أنه كلهما الإطار التنسيق ساهم بتجاوز الدستور وتجاوز التلقيدات الدستورية وبالتالي التيار الصدري بالمقابل هو أوقف على هذا البرلمان والآن نحن نتكلم عن وجود فعل احتجاجي ووجود فعل جماهيري حتى ارتداداته كانت مؤثرة على اللجانة الاحتجاجية وشاهدنا البارحة في ساحة النسور وقفة كبيرة من شباب تشرين والناشطين لرفض هذه الطبقة السياسية وحتى تكلموا عن مساحة أبعد بتغيير النظام السياسي بالتالي اليوم نحن في حالة التغيير قبل حل الأزمة أو حل المشكلة وهذا مسار التغيير يجب أن يخضع لنقاشات معمقة وأحاديث بين كل الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية واللجانة الاحتجاجية بالتالي الآن هدفنا أن تتوحد وأن تتشكل جبهة كبيرة جدا تضم كل العراقيين الناقمين عن نظام السياسي والمعارضين لطريقة إدارة الدولة ما ممكن تنضم إلى التيار الصدري؟ الآن ننتكلم عن انضمام إلى التيار الصدري ننتكلم عن توحيد الجهود أهداف مشتركة ربما ونعتقد بأن حتى البيان الذي صدر من الواسط هو وضع شروطا وكان واضحا وقاسيا في خطابه باتجاه التيار الصدري ونعتقد حتى في تحليلنا أن وضع الشروط هو اعتراف أولي بممكن أن تحصل بعض الشراكات في المساحة الجماهرية والاحتجاجية لكن هذا لا يمنع بأننا مصررين على الذهاب نحو التنسيق المواقف الوطنية جميعا مع كل المعارضين السياسيين والناقمين عن نظام السياسي سواء من فعاليات اجتماعية من لجانة احتجاجية من معارضين كرد من معارضين في المناطق الغربية وكذلك من المعارضين الموجودين في بغداد والوسط الجنوب يعني تشوفون أنتم تنقون بنفسكم عن هذا الصراع ما بين أطراف معينة لكن ذكارت ممكن تكون أكون شراكات جماهرية أريد أن أوقفوا شوي عن هذه النقطة شون تكون هذه الشراكات يعني بالتالي هو طرح الشروط معناها اعتراف بشراك وكنا نبهنا كل اللجانة الاحتجاجية بأن الذهاب لطرح الشروط وفق أي معادلة معناها أنتم اعترفتم بشراكتهم وإذا ذهبتم بهذا الاتجاه أنه تتحقق هذه الشروط معناها أنتم ستذهبون لتوافق وتوازن وتفاهم كبير حول طريقة العمل وطريقة الفعل الجماهيري بين القوى المحتجة أو بين التيار الصدري لذلك من البارحة إلى الآن هو لحاديثة دور عن هناك دعوات للناشطين وهناك دعوات للفاعلين من قبل التيار للبعض المحتجين لللجنة أعتقد السباعية أو اللجنة التحشيدية للاحتجاجات وأعتقد هذه هي مبادرة أخرى أنه حتى اللجنة التحشيدية للاحتجاجات هي تستبدل التيار الصدري ليس كما هي في السابق والآن لجنة جديدة وهناك هذه الدعوات ما كان ردكم على هذه الدعوات؟ لا نحن مرد لن نتكلم عن لازم أن تتوحد الجهود وتوحد الجهود يخضع للنقاش مع كل الفعاليات بالتالي نحن مو جزء من صراع في سبيل بقاء التوازنات السياسية نتكلم الآن حتى بيان قوى التغيير الذي نحن جزء مكون من هذه القوى تكلمنا عن المحتوى ما هو محتوى الصراع؟ أن نذهب نحو التغيير الشامل وتغيير لهذه المنظومة السياسية وتغيير الطبقة السياسية وأن نتحدث واضح يمكننا ناقشنا في حلقة سابقة سيد موسى نعم بيان قوى التغيير حين ذلك وحتى تكلمنا عن تفسير الكتلة الأكبر توقيدات الدستورية جيد لكن كنتم تبحثون عن ضمانات من قبل التيار الصدري حتى ذا كان شوف عزيزتي نحن نتكلم عن ضمانات هذه الضمانات هي من الذي يضمن من؟ هذا اليوم المتغير كثير ولا ثوابت في العمل السياسي هناك فقط مسارات وتوجهات حتى المستقلين الذين فازوا في الانتخابات والذين مثلوا جزء كبير من المحتجين والذين مثلوا كثير من الفاعلين الاجتماعيين في داخل البرلمان والمنظمات العاملة على الانتخابات ودعوا على المشاركة حتى هم مفاقدين للبوصلة ولم يكن لهم توجه سياسي ثابت بالتالي هم اختلفوا في داخل البرلمان فنجد هناك أربع أشخاص تكلمون عن مشروع سياسي وآخرين أكثر من أربعة تكلمون عن مشروع آخر فنحن نتكلم عن ضياع التوجه السياسي ليس مشكلتنا أن ننظم وليس مشكلتنا أن نرد على أي طرف سياسي مشكلتنا أن نحدد القوى التغييرية والقوى المدنية والتشرينية والقوى الباحثة عن دولة مدنية أن تحدد البوصلة هي مع من؟ هي أن تتوحد في خطابها اليوم هي موحدة بعد ما حصل؟ أعتقد أن الجلسات السابقة لأكثر من خمس جلسات حصلت والآن أكون تقدم كبير الآن نتكلم بين القوى معارضة وغير منتظمة وقوى احتجاجية ونتكلم عن قوى منظمة ومسجلة من المفوضية والآن أكون تفاهم وحتى تنسيق وأحاديث بين هذه القوى للذهاب نحو كتلة وذهاب نحو جبهة كبيرة من الفعل السياسي والجماهيري حتى يكون لك وزن عليك أن تتوحد لا أن تكون مختلف وأن تذهب للتخوين والتسقيد والإساءة وغلق المقرات أو غلق المكاتب للنواب بالتالي يجب أن نذهب لأن نتفاهم وأن تتوحد القوى الوطنية وأن تتوحد القوى الجديدة ثم ننتقل للرد على هذا الطرف أو قبول مبادرة من الطرف الآخر نعود ونتحدث عن بقية التفاصيل لكن أنتقل لسيد سعد البطاط أحييك مجددا سيد البطاط كيف تنظر سبكتكم وهي متخصصة في مراقبة الانتخابات إلى دعوات إجراء انتخابات مبكرة جديدة تفضل تحياتي لجنابك ولي ضيوفك الكرام الحقيقة عادة الدعوة للانتخابات المبكرة يعني في اللي متعارف عليه بالبلدان الديمقراطية نتيجة أزمة معينة وبعد ذلك تجرى الانتخابات ثم الإجراء الانتخابات المبكرة بعتها أنه يستقر الوضع السياسي وتشكل حكومة ويستقر البلد ولا سامح الله أما الذهاب إلى الفوضى والاقتتال وكذا نحن إن شاء الله حقيقة بالعراق المشكلة عندنا عندنا أكثر من المشكلة تمنع الانتخابات المبكرة خصوصا بالوقت الحاضر أول وحدة وأهم وحدة هو فقدان الثقة بين الكتل السياسية بعضها مع بعض مع المفوضية مع حتى المحكمة الاتحادية وهذا ظهر للعيام القضية الثانية قانون الانتخابات نحن قانون الانتخابات على سبيل الابتراض استراليا بعدلها حوالي تقريبا 36 يوم أو أقل أو أكثر تجري انتخابات بعد ذلك بأيام تشكل حكومة وتنتهي لأنه عندها قانون انتخابي طبعا من 522 صفحة ولكن مفصل ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج الذهاب إلى المحكمة القانون الانتخاب العراقي 22 صفحة نحن في كل بنت من البنود أو أغلب البنود تحتاج التأويل والتفسيرات والذهاب إلى المحكمة وبالتالي يعني كل هذه عمليات تعطيل لأي عملية انتخابية فنحن نحتاج ابتداء أولا تعديل القانون الانتخابات لأنه قانون انتخابات فيه مثالب كبيرة وكثيرة وتثير الشكوك دائما تستغلها الكتلة السياسية لصالحها وتذهب وتستحصل بها قرارات لصالح نمضي بتشريع قانون جديد لو نعود بالعمل إلى القانون القديم أما تعديل هذا القانون على سبيل افتراب المادة 40 بقانون انتخابات رقم 9 لسنة 20 المادة 40 تقول أنه بتدقيق قانون سجل الناخبين يستمر إلى سنة كاملة يحتاج إلى سنة كاملة للتدقيق طيب فهذا ما ممكن أي انتخابات تجريها بعد سنة كاملة أنت تجري تعديل تستمر العملية تعديل لمدة 12 شهر حتى تدقق في سجل الناخبين ممكن هذه العملية أنت تجريها قبل الانتخابات أو يكون هناك سجل ناخبين واضع ومثبت بكل المعلومات الخاصة بالناخبين على هذه نقطة من عدة نقاط يخص مثالب كبيرة بقانون الانتخاب لو غيرنا بهذا القانون عدلنا أو عدنا بالعمل بالقانون القديم مثلا أو استحدثنا قانون جديد من الأساس رح يغير من معادلة الحصاص والفائز والخاسر في الانتخابات يعني سيد ختام هو حقيقة نحتاج إلى صياغة قانون ليس لفيه أي لبس يحتاج إلى مشاركة كل المختصين بالانتخابات والقانونين أنا حقيقة نستغل وجود سيد رئيس جنال قانونية حقيقة عادة صياغة هذا القانون يحتاج إلى كل الخبرات وعدم اقتصارها على كتل السياسية فقط يعني كانكم تدعون المنظمات المجتمع المدني المقتص شخصيات قانونية من خارج البرلمان للوصول إلى قانون انتخابي لا نقول مثالي ولكن يكون أفضل مما سبق على الأقل يكون عندنا قانون انتخابي موحد نحن كل انتخابات لازم نعمل بقانون انتخابي جديد بالإضافة لقانون المفوضي الرادلسي قانون الأحزاب نفسه لو طبق الآن بشروطه وفقراته الكثير من الأحزاب ستسحب إجازات نحن نحتاج الكثير من العمل حتى تجرى عملية ديمقراطية انتخابية حقيقية طيب نعرف كل عملية انتخابية تكلفنا أموال تكلفنا وقت أمور لوجستية تعتقد اليوم قادرين على إجراء انتخابات ثانية مهيئين يعني نحن في ظل الظروف المالية للعراق أعتقد هي جيدة صحيح ماكو موازنة ولكن الأمور جيدة لكن غير الانتخابات كعملية انتخابية تجرى لكن غير تسبقها قطوات تحمي هذه العملية الانتخابية من التشكيك نحن نحتاج بداية تكون هناك طاولة حوار وطني حقيقية لأولا لتهديم الجدار الجليدي السميك بين الكثير السياسية وبين المفوضية وبين المحكمة التحادية هذا يحتاج إلى راعي حقيقة وأفضل راعي موجود عندنا بالعراق والأمم المتحدة أعتقد من صلب عملها ودورها هو تقريب وجهات النظر وجمع الكتل السياسية بطاولة حوار للوصول لأفضل النتائج بعدها سيضطل عملية التشكيك بعض القوى أيضا سيد سعد طالب هذه المرة بإشراف وليس مراقبة حقيقة الإشراف يمس سيادة بلد أنا أتحدث كرجل مختص ورجل لا أمين لأي جهة رجل محايد الإشراف عادة يدخل نعم سيد سعد طيب حالما يعود الاتصال والصورة تكون واضحة مع السيد سعد سنعود لهم مجددا نعود لك سيد محمد من جديد البعض يتحدث هل انتخابات لو حدثت فعلا انتخابات مبكرة جديدة راح تحل الأزمة السياسية لو راح تدخلنا في نفق آخر على اعتبار انتخابات 2021 أوصلتنا إلى انسداد سياسي حقيقي هل الحل يكمن فقط في عادة انتخابات لو نحتاج إلى حلول أخرى إصلاحية على اعتبار البعض يتصور أنه الانتخابات هي أول خطوة إصلاحية في طريق الحل سيدتي موضوعة الانتخابات نعم وأثرها يعني تعتمد على طريقة القانون الذي يشرع لإجراء هذه الانتخابات هناك تجربة عراقية للأسف فيها مرارة كثيرة بدليل أنه في كل دور انتخابي لدينا قانون وآليات تختلف عن الدورة السابقة وهكذا تحتوصلنا للدورة الخامسة نحن دعاة قانون يهدي إلى الاستقرار وإلى ضبط إيقاع العمل السياسي الحزبي انسجاما مع قانون الأحزاب الذي يجب أن يفعل ويعدل بالطريقة التي يدفع المجتمع للاستقرار وليس إلى مزيدا من القوة ومزيدا من التسهيلات في تشكيل أحزاب شكلية وبالتالي تخلقنا تحالفات محمد الله بيأمن من صدق هذه القضية التقديري يجب أن ينسجم هذا القانون مع طبيعة مهام المجلس المعني أكان مجلس نواب للمجتمع العراقي ككل أم كان مجلسا محليا يفترض أن تكون صيغة القانون تنسجم مع مهماته فطالما هناك مهمة وطنية عامة وهناك إرادة وطنية عامة وهناك تنفيذ لمصالح المجتمع فكل بدون تمييز عن مكونات وغير مكونات والطوائر والحقوق كلها مضمونة يفترض أن يذهب التشريع إلى جعل البلد دائرة واحدة وليس الدوار متعددة نعم لأنه المهام وطنية عامة والنائب مسؤول عن العراق تمالا جنوبا شرقا غربا يدي دور الرقابي والتشريعي لا يشرح قانون لحارة أو لناحية أو لقرية أو لقباء أو المحافظة هذه قضية مهمة وبالتالي عندما يكون هكذا ننتظر أن الأحزاب تنزل ببرامجها ونصوت على البرامج وليس على تحالفات رقم واحد ورقم اثنين ولك هذه الحصة وذا ما فزيت نطيك تنفيذي وذا ما دريك هذه القضايا وهذا يكون مضمن بالقانون سيد محمد طبعا نقول الحزب ينزل وبرنامجه معه وأسماء الحزبيين موجودة في دائل المفوضية في دارة الأحزاب ليس يرح يجيب لي الأملون من هنا وهناك عمل حزبي منظم وهذا كادر الحزب موجود وهذا برنامج ليس من المعقول أنه برنامج حزب يروح ينفذ شخص آخر هذه القضايا يعني شفناها بطريقة معينة اليوم اليوم القانون يقول الكتلة أكبر تشكنا بعد الانتخابات وبعد دخول البرلمان وبالتالي فتحونا بازار أنه ينتقل النايب من كتلة ومن قائمة إلى قائمة أخرى بناء على ما يدفع له من هذه الأممان نشوفه مستقل قبل الانتخابات وبعد الانتخاب منضم إلى حزب معين هذا الصغة التي تتحدث عنها وتطبيق وتفعيل قانون الانتخابات أيضا هذه سترضي القوى الأخرى والقوى السياسية لبعضها ربما مستفيد من هذا القانون بعضها ما يريد تطبيق قانون الأحزاب على اعتبار في مظرة كبيرة لمصالحها هذا معيار الإخلاص للمجتمع والاستقرار من يرفض بما معناه ليس مخلصا لعراقه ولا لأبنائه ولا كيف نستقر نستقر بهذه الفوضى غير منظمة أو نعيش في تشريعات فيه أساسا نشرع الفوضى ليس من الصحيح بعد هذه الجراحات والترحيات الجسيمة والحروب العبثية والقاعدة وداعش وتشرين ضحاياها وتهدائها ونحن نقول لا نريد الاستقرار هذه فضيحة كبرى أمام الشعوب الأخرى وأمام شعبنا كفت حديث عن حدث ثقة المواطنين بالعملية كفت حديث عن حدث الثقة بين الأطراف السياسية نحن أبناء بلد واحد يجب أن تكون كرامتنا محفوظة وكرامتنا تحفظ من خلال التشريعات التي لا تميز ولا تفضل طرف على طرف ولا تحضي امتيازات لأحد لا يصير القرارات لاستثناء نريد قواعد ثابتة لتحرك مع تطور المجتمع وليس مع رغبة القائد السياسي هنا وهنا طيب السؤال الأهم من سيصوت على هذا القانون أو تعديل القوانين التي تحدثت عنه وهذا الإشكال الذي قلته أنه لم نحسن لحد الآن موضوع الاستقالات وموضوع المجلس الحالي بعد القسل الذي قدمه الأقوى النواب الذين التحقوا حسنونا هذه العملية ليعاد المجلس إلى حياة طبيعية لديه تشريحات ولديه عمل رقابي ولديه مسؤولية لنفذ المطالب الشعبية التي اطرحها المحتجين فإذا ذهبنا وحددنا البوصلة أكيد سيتخذ القرار المناسب وحتى لو تم الرفض هذه إرادة ممثلين يعني أنا أستغرب بأنه الإنسان المنصر الحضو في مجلس النواب مسؤوليته الالتزام بالحضور وبالتالي يرفع يده نعم أو يرفع يده لا وهذا هو ميزان القوى داخل أي مؤسسة نيابية وليس الأساليب الأخرى كالتعطيل وغيرها من الوسائل هذا المسؤولية يفترض أنه نحن نحرض المواطنين عندما نكشف برنامجنا الذي يخدم مصالح هذه المواطنين وإذا كسبنا رأيهم وانحيازهم إلينا فتكون هناك نسبة كبيرة من النواب يدافعون عن هذا الحال هذا التنافس الحقيقي الذي يحصل لازم في المجتمع نحن مع العمل السياسي السلمي الديمقراطي لأن الانتخابات إحدى وسائله لا نريد قطرة الدم تسال لهذا السبب أو ذلك في الثمانينات لحد الآن اقتحاد وحروب وكذا كافي يعني كل الشعوب تتعب إلا شعبنا للأسف الشديد يمتعب كثيرا ويشكو كثيرا ولكن لم يتعب لحد الآن وخصوصا القوى السياسية التي هي وصلت إلى مجلس النواب هي صار الأربع دورات وهذه القامل يعني تتعب كفى 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 هدر للمال العام وكفى هدر لماء سأكون انتخابات مبكرة لومك وأدري عندك رأي آخر أنا لا أعتقد تقنيا أنا مطلع على الأشياء الفنية وخطوات الفنية والعملية لدورة الانتخابية السابقة وأنا من يومين جلسنا مع فنيين ومع ماكنتنا الانتخابية ونعتقد تحتاج الانتخابات المبكرة لسنة إلى أكثر من سنة حتى تجرى هذا على صعيد الوقت على صعيد الوقت أي انتخابات مبكرة تحتاج إلى أكثر من 12 شهر لوجستيا وماليا وفنيا وتقنيا الشركة الإسبانية انتهى عقدها ويحتاج أن تتعاقد مرة ثانية المفوضية وتحتاج إلى برلمان أو موازنة وبالتالي هذه الأمور ما رح تحصل سيد ساعد يقول إحنا وضعنا المال جيد الفائض المال الموجود ممكن أنه يصير تخريجة قانونية أو شيء قانوني رأي قانوني ممكن أن تحصل هذه القصة بس بالتالي أنا أحكي بشكل فني وهذا كلام من مختصين ومن ماكنة انتخابية موجودة تتكلم عن 2 شهر إلى أن تستطيع إجراء انتخابات مبكرة في هذا الوضع الحساس وفي هذا الظرف المضطرب سنة كاملة نحتاج أكثر من سنة أنا ذاهب لمساحة أكبر أنه الآن نحن نتكلم عن انتخابات مبكرة أكو فعل احتجاجي لأي جهة من الجهات الآن نحن نتكلم ليس فقط في بغداد نتكلم حتى في كردستان هناك اعتقالات وهناك تظاهرات وحتى هذا اعتراض على برلمان كردستان بالتالي أكون نقم وفي قوة سياسية غير راضية بالتالي على وجود القوة الأخرى في البرلمان أو في السلطة وهناك معارضة لهذه القوة فلا نتكلم الآن عن حالة طبيعية موجودة بالبلد نحن في حالة استثنائية وحتى بأن قوة التغيير نتكلم عن حل برلمان وعن حكومة تستطيع أن تهيئ إجراء انتخاب ونحن نتكلم عن حالة استثنائية معناها حكومة من الممكن أن تذهب بشكل أو بآخر بحكومة استثنائية حكومة الطوارئ يعني كلهم حتى إذا كانت حكومة الطوارئ الآن نتكلم عنها باعتبار موجودة بالدستور فهي تخضع لعدة ظروف الأخوة في بعض الحركات طرحوا رأي أنه رئيس الجمهورية يستلم رئاسة الوزراء وتجرى عملية انتخاب رئيس للبلاد أو رئيس وزراء وحتى الآراء القانونية الآن غير متوحدة بالتالي تخضع للتجربة والمفسر وخبرته القانونية فالمشكلة الأخرى أنه قرارات المحكمة هي مختلفة من دور انتخابية للأخرى لذلك نصر في قوة التغيير على أن نفهم تفسير الكتلة الأكبر قبل أن نذهب للانتخابات وأن نفهم تشكيل التحالفات وأن نفهم تطبيق قانون الأحزاب وأن نفهم كل هذه المسارات التي تساهم بالتغيير حتى نذهب للانتخابات ما ممكن نذهب للانتخابات انتخابات تكون حصيلة لتفاهمات مسبقة وحل أزمات ذكرت بعضها وبعضها أكبر نعم حتى في قصة أنه الدوار المتعددة اللي كان مطلب من مطالب متظاهرين في تشرين وحرف وزيف بشكل بشع وتم إقصاء القوة الجديدة وإقصاء الكثير من المساكلين هذا مطلب تشرين أنتم طالبتم نعم بس هو خضعة الدوار لعموده أفقي حسب اتفاقات الكتلة السياسية وكتلة الإسلام السياسي وهذا من ما ساهم على صعود المناطقية الآن النائب تكلم السيد عنوز وتوضح بشكل آخر أنه النائب الآن يمثل منطقته يمثل جماعته لا يمثل الوطن والوطنية هو مبتعد أنه يفكر كيف يخدم منطقته والجماهير الانتخبته وهو يفكر سلوك النيابة هو يفكر شون جيب محاولة الكهرباء وشون يبلط الشارع هذا حتى النائب الجديد والنائب الآخر هو ذهب لمساحة أكبر أنه بدأ يدخل الدوائر وبدأ يغلق دوائر وبدأ يقتحم حدود فالنائب من فضل الله السلوك النيابة من دورة لدورة مختلفة مرة يصير تنفيذي ومرة يصير معقب معاملات ومرة متظاهر ومرة محتج إذا ما عجب الوضع ومرة مقتحم للخضراء ومرة ما مقتحم يعني بالتالي هو مو نائب كل شيء وكلاشي صار فالقصد أنه سيد عنوز وضح شيء مهم جدا في السلوك النيابة أنه هو سلوك وقاعد يختلف من دورة لآخر بس هو قاعد يأكد بالنظام الديمقراطي وقاعد يسيء للديمقراطية فنحن لازم نذهب لمساحة أوسع نحن نتناقش هل مشكلتنا في السلطة التشريعية التي قاعد تصدر إساءات ومخالفات كبيرة للدستور ومخالفات للقانون نحن مشكلتنا الآن في السلطة التشريعية قبل نتكلم عن هناك فساد كبير بالسلطة التنفيذية فساد كبير بمؤسسات الدولة الآن نتكلم عن وجود مخالفات كبيرة بالسلطة التشريعية فيجب ضبط سير السلطة التشريعية بالقوانين وبالتشريعات فالحديث الآن معمق عن أنه هل من الممكن أن نذهب لمجلس التحادي هو يضبط سير السلطة التشريعية في كل الدول وفي النماذج التي استوردت فكرة النظام الديمقراطي العراق هناك مجلس التحادي وهناك برلمان شيوخ أو برلمان كبير للمستشارين حتى يضبط السلوك النيابي يضبط سلوك المشرعين هؤلاء المشرعين يمثلون مصلحة وطنية لا يخضعون لا لقومية ولا لطائفة ولا لمذهب ولا لتوجه معين هؤلاء يتخذون قرارات تحدد مسار البلد في علاقات الخارجية تحدد مسار البلد في مصالحها فالآن أصبحوا هؤلاء النواب هم معقبة كبيرة عن الديمقراطية حتى تكلمنا قبل فترة هنا في اللعبة تكلمنا عن وجود أحزاب غير ديمقراطية هي ساهمت بالإسائلة الديمقراطية وساهمت بتأسيز فكرة الدكتاتور وإلا كيف تكون ردد فعل الشارع الآن هو ينقم على النظام السياسي وينقم على النظام الديمقراطي وينقم على البرلمان وهذا اليأس والعدمية هو سبب الأحزاب غير ديمقراطية ما أنتجته الأحزاب بالنهاية فبنيقول سيد محمد لازم نفعل قانون الأحزاب يمكن أن يخلصنا من مشكلة كبيرة نعم يخلصنا كثيرا من المشكلة الكبيرة ورح يساهم في تأسيس طبقة سياسية جديدة وبناء توجه سياسي جديد وقد يساهم أصلا في تدعيم الديمقراطية وترسيخ داخل المجتمع العراقي وقد يختلف إذا طبقنا قانون الأحزاب ممكن أن نشاهد إعادة ثقة الناس بالنظام السياسي لأن هذا قانون الأحزاب رح يساهم كبيرا في أضعاف الكثير من الأحزاب وحل كثير من الأحزاب سيد موسى لكن نحن لو نجع على أرض الواقع نحن نتحدث عن أحزاب تمتلك فصائل تمتلك سلاح وأيضا تمتلك جمهور بغض النظر كم كان حجم هذا الجمهور هل من السهل أن نطبق هذا القانون بوجودهم بتوغلهم بدولهم العميقة نحن نصطدم ربما بعائق آخر القانون ستة وثلاثة سنة 2015 هو قانون واضح هو شمل بحل كل الأحزاب لها أجنحة مسلحة وشمل بحل الأحزاب الطائفية والقومية بالتالي نحن في مرحلة جديدة وهناك تحول الاجتماع الجديد بما أنه نحن في مرحلة جديدة وحن تحول الاجتماع الجديد وضغط كبير شعبي موجود الآن جميع المتفقين أنه قانون للأحزاب من الممكن أن يساهم في بناء طبقة سياسية جديدة وبناء توازن سياسية جديد بالبلد يحصل استقرار بالبلد بسبب أنه هذا الذي يجه من حزب غير ديمقراطي وحزب مسلح وحزب يفكر فقط باستخدام الرصاص والسلاح في إرهاب الناس وإخضاعهم ويفكر في عسكرة المجتمع هذا لا يساهم في بناء دولة هذا يساهم في ضعاف الدولة ونحن نتكلم عن دولة تحتكر العنف دولة تمنع السلاح الغير مرخص دولة تختفي فيها جريمة بالتالي قانون للأحزاب عندما يكون مطلباً شعبياً ومطلباً لقوة التغيير ومطلباً لكل المستقلين هو يساهم في ترسيق الديمقراطية ويساهم بتجديد النظام السياسي ويساهم بمحاسبة من أساء السلطة وساء إدارة البلد طيب خليكي تجاوب على تليفون ناكله بعد البرنامج لكن خليني أعود لسيد سعد البطاط من جديد سيد سعد يمكن استمعت إلى حديث السيد موسى ذكر أنه بكل الأحوال غير قادرين على إجراء انتخابات مبكرة على الأقل مقبل سنة وأكثر من سنة على الاعتبار نحتاج إلى تشريعات نحتاج إلى موازنة نحتاج ربما حتى تغيير مفوضية لبعض طالب بهذا الأمر قانون الانتخابات وما إلى غير ذلك ماذا تقول؟ نعم فعلا أنا أتفق معاه لأنه العملية تحتاج أولا إلى أعادة التشريعات من جديد والوصول إلى تشريعات متكاملة حتى نضمن إجراء عملية انتخابية حقيقية بعيدة عن التشكيك والشبهات لأنه بالنتيجة إذا سرنا باتجاه الآن المفوضية قادرة أن تجروا وفق الآليات القديمة والقانون الانتخاب القديم الحالي يعني تجروا انتخابات بشهر العاشر لو انتمكنت أو شهر 12 لكنه ما راح نحقق أي شيء بالنتيجة هي النتيجة وحدة أيضا راح نوصل إلى عملية انتداد سياسي وعملية التشكيك والشبهات وبالتالي ما راح نحقق أي شيء إذا ما تكون هناك تشريعات حقيقية متكاملة تضمن سير العملية الديمقراطية بالإضافة إلى يكون هناك عملية ثقة متبادلة بين الكتل السياسية والمفوضية والمحكمة التحادية وبين حتى الرأسات الثلاث هذا كلها يجعو تكاملها ممكن حين ذاك نجري عملية انتخابات حقيقية بعيدة عن التشكيك وتكون هي بانسيابية عالية ونوصل إلى بر اللامات أما في ضوء في ضوء حقيقة في ضوء ظل الوضع الحالي للأكتل السياسية والتقاطعات والتشكيك والنظام انتخابي ضعيف هذا كلها ما أصور أنه تجرى انتخابات بشكل سلس وجيد نحن كمجتمع مدني صدرنا بيان وطلبنا أن نكون نحن وسيط وطني ومن حقنا كمجتمع مدني عراقي أن نكون نحن الركن الثالث بالنسبة للمجتمع فأعرضنا أن نكون نحن وسطا بين الكتل السياسية وباقي المكونات سواء الفوضية أو المحكمة زين شلو كان الرد؟ ندعو لأحوال لحد الآن ما يكون الرد وصلنا لبيان لكل الكتل السياسية وكل أطراف المتنازعة فننتظر الرد إذا وافقوا علينا كشريك وطني حقيقي موجودين ببلد كمنظمات مستقلة ومعروفة في عاملها سواء منظمات الانتخابات منظمات حقوق الإنسان منظمات اللي عاملة على التساهم في بناء البلد يداً بيد مع الآخرين أنا أعتقد احنا الشريك الضامن الأفضل بالنسبة للشريك الدولي وننتظر الردو من خلال قناتكم أيضا دعوة لكل الكتل السياسية أن منظمات المجتمع المدينة مديدة كوسيط بين الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر والدعوة إلى جلسة وطاولة اخرار في ظل هذه الموطيات سيد سعد ما هو الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات أكو موعد معين مثلا البعض توقع أن الانتخابات ممكن أن تجرى في شهر آيار أو حزيران خلال العام المقبل نرى موعد منطقي لو ما نقدر نجزم بموعد محدد نحن بالعراق مستحيل تجرى الانتخابات في الصيف هذه قضية بأنه بالصيف كثير من المشاكل الموجودة بالخدمات وأولها الكهرباء فبالتالي الكتل السياسية ضامن أنه بالصيف ستكون مشكلاتهم فبالتالي تجرى أما في الربيع أو في الشتاء فهذه قضية منتج منعته لكنه بالوقت الحاضر إذا ما نتبق مع أستاذ موسى إذا ما كناك تشريعات حقيقية تسن ويصوت عليها البرلمان ثم بعد ذلك تصار إلى عادة النظر بقانون المفوضية أو مجلس المفوضية أو بالتشكيلات المعنية بقضية الانتخابات أنا أعتقد فيها ممكن أن تجرى في تشرين الأول 2013 طيب تعتقد سيد سعد أن قضية عادة الانتخابات اليوم تحولت إلى عروف ربما يتم الذهاب إليه بعد كل أزمة سياسية والانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي نقدر نقول هي مضيعة للوقت والمال والجهد وإلى آخره يعني حضرتك تعرفين انتخابات 21 أجت نتيجة الضغط الشارع بعد ثورة التشريعية فبالتالي كانت هي نتيجة الضغط لكنه للأسف أنتجت قانون انتخابات ضعيف ومثالب كبيرة وما حصل بعدها بالتشريكات سواء من قبل المفوضية ومن قبل القتال السياسية وهذا واقع الحال لنعيش من الانسداد السياسي وتفسير الكتلة الأكبر والثلث المعطل وكل هذه المعطيات التي عشناها أنا أعتقد ونكرر كلامي بعدم وجود تشريعات حقيقية تشريعات يشارك بها جميع المختصين سواء بالبرلمان وخارج البرلمان حتى نوصل لأفضل التشريعات لن تجرى انتخابات مثالية وحقيقية ممكن أن تصل بالعراق للبرلمان طيب سيد محمد أعود لك من جديد اتحدثنا أنه في أفضل الأحوال لن تجرى الانتخابات قبل عام من الآن أو أكثر ربما نحتاج إلى وقت هذه الفترة دستوريا شنو نقدر نسميها ومن سيتكفل بإجراء هذه الانتخابات أي الحكومات ستقوم على إجراء الانتخابات نبقى على هذه الحكومة نذهب باتجاه حكومة الطوارئ نشكل حكومة لغاية إيصالنا إلى موعد الانتخابات اللي مفترض أن يقرر فيما بعد قانونيا شنو وضعنا الآن قانونيا نحن خارج التقطيع سيدتي أولا التعطيل جاء فيه ظرف سياسي وليس ظرف دستوري أو قانوني وقبل هذا كان هناك فنف المعطل أيضا عطل وإشغال عمل المجلس فبالتالي نحن رحلنا منذ البداية القوى التي تؤيد عملية إجراء الانتخابات المبكرة هذا ستذهب باتجاه المؤسسات الدستورية فإذا ذهبنا يفترض أن يعمل مجلس النواب دوره في إجراء التشريعات المطلوبة والمستنزمات كل عملية الانتخابية ثانيا عملية الانتخابات المبكرة في العراق لا كان خلال شهر وشهرين وسنة وسنة الأمر مفتوح عند توفر كل المستنزمات وشاهدناها في انتخابات 21 كان مطلبا عام 2019 إلى أن حصلت ما حصل إلى سنة 21 اللي تمت العملية ولذلك أنا لست ميالا للقول أنه خلال 12 شهر السنة إلى آخرين نقول يجب أن تتوفر المستنزمات الكافية لاتجاه قانون انتخابي يؤدي إلى الاستقرار وليس قانون فيه كثير من الألغام وكثير من التأويلات أو يتحمل تأويلات غريبة عجيبة لا انتخابات ولا مجلس نواب ولا حكومة إذا لم تقدم المجتمع العرامي لا نريد مضيعة للوقت وكما قلت مضيعة للمال دون أن نفكر في مصالح المجتمع وذلك نجد فرصة حقيقية لتغيير شامل في التشريعات القائمة الآن عندنا كثير من التشريعات تحتاج إلى تعديلات خصوصا في عملية ضبط إيقاع العمل السياسي والعمل النيابي نحن ذكرنا في جلسة سبعة اثنين التي لم يتم استكمال النصاف فيها بأنه نريد مجلس النواب أن يكون أداة للارتقاء بوعي المواطن كي يعرف من هي القوة التي قالت نعم لهذا الموقف ومن هي القوة التي قالت لا لكي يدرك المواطن أين مصالحه ومن عبر عنها بشكل حقيقي والارتقاء بوعي المواطن يحتاج ارتقاء بآليات عمل المجلس بغض النظر عن طبيعة الكتل السياسية التي تصل إليه هناك نظام داخلي وهناك قانون وهناك ضوابط هذه العوامل تؤدي للإستقرار أما نحن نخرق هذا النص أو نخرق هذه القاعدة الدستورية أو هذه القاعدة القانونية فالأمر يدفع بالناس لإعدام الثقة نعم نؤيد عملية ضبط إيقاع الأحزاب أولا لأنه لا يوجد عمل ديمقراطي ونيابي بدون وجود كتل سياسية وبرامج حقيقية نحن سبق لي أن كتبت عن الانتخابات السابقة وصد السابقة الدورات السابقة كنت أسميها معرض الصور الانتخابي نجد صور بلا برامج نجد صور مقترنة بأرقام في قوائم نجد أسماء عديدة وبالتالي يكون لها دور شبيه بالطواشة ونحن في الصيف الآن التمر نازل ينمون التمر اللي يبلقاه ويحطه بالسلة يجمعون الأصوات يعطوها إلى شخص واحد قائمة طويلة حريبة حص المقعد مقعدين في حين هذه الأساليب هي التي أساءت إلى عملية الانتخابات ولذلك نسمع أصوات تغيير النظام السياسي ماذا يعني تغيير النظام السياسي؟ المشكلة سيدتي في الدستور الذي جعل الصلاحيات غير متوازنة في المؤسسات الدولة أعطى كل الصلاحيات إلى رئيس مجلس الوزراء وبما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة أو خائد القوات المسلحة وهو يصوت عليه بالنصف زائد واحد من الحاضرين في مجلس النواب في حين رئيس الجمهورية صلاحياته شكلية نصوت عليه بالثلثين وهكذا فالأمور كلها عجيبة غريبة المشكلة ما جرى من تشويه للنظام النيابي نتيجة السلوكيات وليس جوهر النظام النيابي هو ليس صحيح في الرئاسي هناك مجلس نواب وفي النيابي هناك رئيس جمهورية ولكن الصلاحيات يجب أن توزع بشكل متوازن كي نضمن عملية سلطة حد من سلطة أخرى لا يجوز التدخل في الشأن التنفيذي لا يجوز التدخل في الشأن القبائي وإلا لماذا نبع مبدأ فصل السلطات ونقتلق السلطات بمختلف الوسائل بالضغوطات والعسكرة والشتائي يعني يجب أن نحترم أنفسنا في التعامل مع القوانين التي نشرعها بأنفسنا أدوال أمام الشعب عندما يصدرون قانون يفترن حاسبين مصالح المجتمع وليس الحيازات طيب أتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تطلب ثورة من التشريعات والقوانين للحد من التوترات السياسية وتنظيم العمل السياسي ماذا عن ضرورة تغيير الدستور أو تعديل الدستور يعني البعض يتوقع ربما تتفجر صراعات جديدة بشأن هذا الخصوص وهو يعني هي واحدة من المطالبات سواء للطيار الصدري أو القوى الأخرى المساندة لهذه المطالب سيدتي لا تنسيري من المواجهة قبل التصويت على الدستور قلتها بملء الفن في محاضرة في محاضرة النجر هذا دستور جمهورية العراق دائم أم عائم وأثبت أنه عائم ولحد هذا اليوم هو عائم كثير من بنوده وقواعده ومبادئ لم تنفذ ولا يوجد التزاق نحن مع التغيير كذلك يوصف بأنه دستور معقد يعني ما يمكن تعديله بسهولة فقرة مرتبطة بفقرة أخرى نعم ظالم لا يوجد في هذه القضية ولكن أقول من يتحدث عن تعديل الدستور ومن يتحدث عن انتقابات ومن يتحدث عن التعديل المرانيين يُفترض 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 لنا الاتجاه والآخرين بأي اتجاه نُعديم ولماذا نُعديم؟ ومن هو العائق؟ هذه القضايا يُفترض أن تدركها إذا تتحدثين عن عملية الثورة فيجب قبل الثورة أن تدرك القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها في الدفع للإستقرار وليس بالدفع عن الدفاع عن مصالحها بيطة أكانت مكونات أو كانت أحزام كانت أربع دورات نحن لم نستقر على قاعدة قالونية واحدة وأنا رح أقول قولا وهذه مسؤولية عامة وطنية الشعب والأحزاب تتحملها سابقا كنا نجد للأحزاب السياسية من الناحية التاريخية أثر في المجتمع في التوعية، في الإرشاد، في توضيح المواقف الآن كثرة أحزاب بدون أي تأثير في المجتمع من حيث التوعية والارتقاء إلى درجة وأقولها بملء الفهم أنه إذا لم يجري التمييز بين الشارع والرصيم ومهمات الشارع لمن والرصيف لمن هل ممكن أن أتوقع أحد أن يميزي بين قاعدة قانونية وبين قاعدة دستورية؟ يا أقوان بحاجة إلى نهضة فكرية ثورية تسموها سموها أن ندرك ما هي مسؤوليتنا سياسيا في هذه الأزمات المتكررة نحن نعيش أزمة تند أزمة ومن عقدة إلى عقدة ونرحل هذه المشكلة إلى مشكلة قادمة وهكذا الأمر لأنا أدعو كل القوى أن تنتبه بهذا الاستمرار في التعقيد وعدم استقرار المتكررة واضح سيد محمد خليني أعود أخيرا إلى السيد موسى رحمة الله نسمع كثيرا وتحدثت قبل قليل عن ضرورة مطالبات ومحاولات بتغيير الطبق السياسي الحاكم واستبدالها ببديل ربما من الشباب من المستقلين ربما أحزاب وقوى سياسية جديدة ولو نحن عدنا تحسس من كلمة أحزاب وتيارات وإلى آخر صحيح؟ هل هذا ممكن؟ الانتخابات ستؤتي ثمارها ستغيرنا الطبقة ستزيل الطبقة السياسية لنقم عليها الشعاب سنلجأ إلى ربما أدوات أخرى ضغط جماهيري إلى آخره سيدتي أؤكد لك أن الفعل الثوري الآن والجماهري هو أعلى من كل السلطات لأن الشعب هو مصدر السلطات حسب القاعدة الدستورية وبما أنه هناك مبادرين وهناك فاعلين قرروا نزول ورفض الطبقة السياسية والتأكيد على مطالب تشرين أو ما خرج في واحد عشرة بمعنى أنه نحن الآن أمام موجة كبيرة من الاحتجاجات ستؤدي لتعطيل كل شيء بالبلاد وحتى الآن نتكلم هناك رسائل تصل هناك موجة احتجاج موجودة في قردستان فإذا ذهبنا كيف ممكن أن تتغير الطبقة السياسية يعني هذا السؤال يخضع للمؤسسات السياسية وجدية القوى التغيرية وجدية القوى الناشئة وجدية الناس والمجتمع في قرارها وانتخاباتها ونحن نتكلم عن فعل سياسي قادم كبير جدا بهذا البلد وعن تغيرات سريعة بالتالي كما كانت المؤسسات الناشئة والجديدة والأحزاب الناشئة والجديدة قادرة على أن تقنع الناس ومثوقيتها وعلى أن تكون شفافة وتكشف مصادر أموالها وأن تأخذ سلوكا تكشف عن برامجها الانتخابية والسياسية وتقدم للناس كوادر سياسية جديدة وليست ظل لا أن تكون أحزاب ظل تأخذ أموالها من أحزاب السلطة هي تكون بمسميات مستقلة بمسميات مستقلة أو بأحزاب جديدة لا تكون هذه القوى قادرة على الحفاظ على شفافيتها وقادرة على أن تكشف للناس كل أموالها وتمويلها وقادرة على أن تصنع فعل ووزن سياسي كبير قوة تشرينية جديدة ذاهب بهذا الاتجاه ستطبق ما تقول وهي اليوم واقفة على التل وتنتظر ما سيحدث قوة تشرينية ليس واقفة على التل قوة تتكلم عن الحياد الحياد لتفريغ المحتبى وملأه بمطالب تشرين بالتالي القوة التشرينية الآن في نقاشات يومية وحديث مستمر عن هل تستطيعون بناء مؤسسات جديدة تقدم رؤى وسياسات وتقدم أوراق عمل حقيقية تلامس الناس وتحق التغيير وتقدم بديل إذا أنا أجيت القوة التشرينية وجبت نائب يفكر مثل نائب بالإسلام السياسي فأنا ما سوي التغيير وأنا قاعدة سيء للتجربة أصلا الديمقراطية وإذا أنت أجيت بالقوة التغييرية وجبتني نائب هو مرشح كان في قوائم الإسلام السياسي في السنوات السابقة ومشارك بالخطاب الطائفي ومشارك بالقتل على الهوية ومشارك بحمل السلاح الغير مرخص فأنت الآن قاعدة تساهم بالإساءة للقوة التشرينية والقوة التغييرية بالتالي كل القوة هي الآن أمام مسؤولية سواء جديدة سواء غير جديدة هي الآن لجب أن تفرز الصفوف ويجب أن تكون تكتلات وطنية واضحة وأن تطرح البرامج والمشاريع لأهميتها حتى نصل لبناء توجه سياسي جديد ونصل لبناء قاعدة سياسة جديدة القيادي في الوعد العراقي سيد موسى رحمة الله شكرا جزيلا لك وأيضا أشكر جزيل لسيد محمد العنوز من النجف رئيس اللجنة القانونية الميابية وأيضا النائب المستقل أشكرك جزيلا سيد محمد وأيضا أشكر لسيد سعد البطاط رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات كان معنا مباشرة من ميسان لكم أيضا المشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة